السلام عليكم ورحبا بكم في قناة مطبا قاما نحب بكم كامل ورحبا بكم عندي في قناة اليوم جديد تكون فيديو جديد حضرت لكم بان سويس خفيف وحشيش وبطريقة سهلة مقادير بساط نتمنى ان شاء الله هتوفوا الفيديو الاخر وضع مطبوش عليكم وشنخليكم مع هات الفيديو نبدو على بركات الله ونقولوا بسم الله بنسبة المقادين نحتاج كسر حليب دافي مغوفة كبيرة تخميرة الخبز حبا بيت على درجة حرارة المطبخ أربعة مغارف كبات على سكر زوج مغارف كبات على زيت نوعية مليحة حرشة ملح باكيتة غميرة حلوة ومغوفة صغيرة تاع لفاني ونحتاج الفرينا كون سيارتها على حسب ما تدخل لهذا الخالي بتاعي نبدو بالتحضير هنا كسر الحليب قدلكم راه دافي يعني المقادة كامية تكتبوها مكتوبة تحت صندوق الوصف نخلط الحليب مع هذيك الخميرة هكذا نخلط مش هذيك الخميرة شوية تنحلي مع هذيك الحليب ونضيف هذيك السكر نخلط هكذا غير هكذا بالفوي يعني ما يحتاج مجهود كبير هذيك الخميرة نحلها ونضيف هذيك اللاباني ونضيف هذيك اللاباني ولي حبيت تديرو مبسوطة قرص تنجم وديرو حبة تربيت نقود لكم على درجة الحراط المطبخ وهنا يوجد مغرفة الزيت بالنوعية مليحة الزيت نضيف كمية على المطبخ ونضيف كمية على المطبخ ونضيف نضيف كمية على المطبخ نضيف رشة ملح و نواسي باكيت خميرات الحلوى حوالي 10 غرام نضيف الفارينة و نستعمل يدي و هذه اللابات عنات باندا سويس يعني ما تكون قاسعة و ما تكون تسق في اليد تكون طريحة أنا في الآخر مريلكم القوام سحا ندخل الفارينة تدريجيا أنا حاولي حاولي رفتكلي 1-400 غرام هاكدا حتى نتحصل على هات اللابات لمبيتها يعني تديتها و جبتها ما تدريجيا لاحظو كيف الشرحي يعني راحي تريع ما تكونش تسق و ما تكونش قاسعة ما تدريجيا و ترجعوه لابات قاسعة لا لا هاكدا هنا وش نواسي طبيعة الحال نغطيها و نخليها حتى تضعب الحجم هاكدا و هناك خمرت لي لاحظو كيفش خمرت الله يبارك هنا في البلونتخافة يعني استعملت بابي كويسون بشي ساعدني في الخدمة انتوما ما ما حبيتوش ما شي مشكلة رشو شوية فارهنا بشي بزاف هنا لاباتا عيكسط لها الخمور و نحل هاكدا نحل هاكدا لاباتا نحل هاكدا اخوص ملحاك نحل هاكدا نحل هاكدا كباتة و تكون هاكدا اننا نحل هاكدا دخل المغرفة يتم تساعدنا في الحيوة و نضيف سكر بوني يجب ان اضافوا طويلة سكر بوني سكر بوني يجب السكر بوني في النات الكراميل كنت تلوغي بالتعويل نحاول تلوي على الأقلي نحن نريدها بلعقل نريدها من الفيديو واضح نريدها بلعقل نريدها بلعقل نستطيع تلوي على الأقلي نريدها نضم أجل ثم نحاول نغلقها كما كنت لاحظوا دايما هذك الفتح اللي نغلقها ندروها هاك دامل تحتها ونستوي المليح البودن ساعي نحكم الخيط باش نقطع لغندة ساعي ولما كحبي تشتوسي الخيط ماشي مشكل واستعمله بالمص يكون تعمل الشر يعني يقطع غير بالعقل هناك نشوفو يعني هاد الخيط يسعد نمليح كي نقطعه هاكده لحبه تزاله هادي الولانية لاحظوا ودايما نحاولو يعني متوسووش مسافات كبار حاولو حوال 1 سنتيموت وقطع يعني متوسووو مش كبار هاكده هاكده يعني الخيط يسعد مليح في الخدمة تقتعت هاد الغندل هاكده غير بالعقل هناك طبولت معاكم يعني بشتوفو المليح كيفاش نقطع الحبه تواعي لاحظوا ونحطهم هاكده في البابي كويسة حتى نكمل كامل ذاك البودن هناك نقطع لكم حوالي 1 سنتيموت وقطعه نقطعه مش خشان ونكملهم كامل واسيتهم في السنية وغلو خلاله كانوا محطوطين غير قدامي هاكده هنا واش نواسيه في الورق قبل ما يخمروا نواسيه كنت واسيت صفعة تعم البيت مع مغرفة كبيرة على الزيت وواسيت شويسك هادي هي قبل ما يخمر ونخليهم يخمروا في مكان دافي هاكم تشوفو الحبه تقول لي درتها بلعبات فيد لاحظوا كيفاشرعي مورقة يعني يجي ما شاء الله هنا قد لكم نطليهم مليح الحبه تواعي كامل ونخليهم يخمروا وكي يخمروا هنا يخمروا لي لاحظوا الحبه كي يخمروا كي يخمروا كي يخمروا وكي نشوفهم خمروا نشعل الفوق ميتين دراجة أنا عندي الفوق نشعل ملتحت الفوق ومواسيته وفنتيلي ونخليه يسخن ونعاود نطلي مرة تانية الحبه تواعي وندخلهم الفوق حتى يديو هاد التحميره يعني شتوني عشرة دقائق كنت رجلتهم قد دخلتهم عشرة دقائق كانوا تطلبوا معايا هاد البانسويس لاحظوا كيفاش يعني حماروا معايا وكي خرجتهم هم هكذا خليتهم شوية يدفع طليتهم بالمعجون تنجموا تنجموا كي ما تحبوا تحبوا تخليهم معاك تنجموا هاد هي البانسويس لاحظوا كيفاش يجيو يعني كي ماشتوا معايا ما قادر بسط وتعدلتهم يعني ساهل وما ياخدوش وقت طويل وتحبوا تواسيو كمية كثيرة تنجموا وبعد ما يطيبوا لكم ويبردوا توسيوهم في الساشيتة الكنجيلاسيو وتحطوهم في المجمد تحطوهم هكذا كي لشان هاي يكون معندكم والو تتبدوهم ينتلقوا شوية تحطوهم الفوغي شوية يسخنوا وكي تخرجوهم وطلوهم تقولي هادك ويندرتوهم وصدقون يجيو ماشاء الله خفاف 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 يعني وصفة ناجحة 100% نتمنى شاء الله تجربوها أولاد ثلاثة كمن أفضل من هناك ومستطوء كم سوية نسمى إن شاء الله تجربوا هادة نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو و لا تنسوا الاشتراك في الفيديو مع الأحباب و مع الأصدقاء خليت لكم هنا و راح تلبي الفيديو آخر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته